السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكاب كيك محشي بالمربة جميل جدا هيجب اولادكو قوي وهقول لكم على فكرة بسيطة جدا نحشي بيها الكاب كيك بالشكل اللي قدامنا ده ويطلع متماسك وطعمه جميل جدا هنقول مع بعض الوقت المكونات معايا بمعيار المج ده اللي موجود في اي بيت اتنين مج مدق دقيق مج الاربع من الزيت مج الاربع من اللبن مج كامل من السكر وطبعا معانا رشة ملح واثنين بيضة وبيكن باودر وفانيليا هنعمل دلوقتي الكاب كيك الفانيليا العادي البسيط خالص وبعد كده هنشوف هنحشي بالمربة ازاي هنجيب دلوقتي شفشع الخلاط ونحط فيه لاثنين بيضة وهنحط دلوقتي رشة الملح على الدقيق علشان ما ننسهوش ونحط مج السكر في الخلاط على البيض وكمان مج الاربع من اللبن وهنحط كمان الفانيليا هنحط غطاء ربع من الفانيليا السايلة وممكن تستعملوا الفانيليا البودرة المتاح بالنسبة لكم ودلوقتي هنضرب الخليط كويس جدا في الخلاط وبعد ما ضربنا المكونات بالطريقة دي هنضيف دلوقتي مج الاربع من الزيت ونرجع نضربهم كويس في الخلاط ودلوقتي هنجيب بقى المكونات الجفة معانا دلوقتي الدقيق عليه رشة الملح هنحط عليه معلقة كبيرة من البيكن باودر وهنقلب كده المكونات الجفة مع بعض اللي هو الدقيق ورشة الملح والبيكن باودر بعد كده هنجيب الخليط السايل بتاعنا وهنضيفه على ضفعتين ونقلب بالشكل اللي قدامنا ده هنضيف دلوقتي بقى كمية الخليط بتاعنا ونقلب لغاية لما نحصل على القوام اللي هتشوفوه دلوقتي بس اهم حاجة جماعة ناخد من التروف اللي بتبقى في البولة من تحته والجوانب علشان ما تتفاجئوش وانتو بتصبوا الخليط ان فيه لسه دقيق ما تخلطش كويس بيكون معانا القوام بالشكل اللي قدامنا ده هو ده قوام الكيك اللي احنا عايزينه خلاص دلوقتي هنجيب بقى معانا صنية الكاب كيك ونحط فيها ورق الكاب كيك ونبدأ ان احنا نعب الفراغات بس اخدوا بالكم ما تبنهوش قوي يعني كفاية الكمية دي كده في كل واحدة كاب كيك هنملى الفراغات كلها وبعد كده نشوف هنعمل ايه وبعد ما ملينا الصنية كلها بالشكل ده هنهزها بالشكل ده طبعا اتبقى معانا شوية من الخليط فانا عندي فكرة حلوة قوي هنجيب الورق بتاع كبيات الشاي العادية كبيات الشاي الورق وهنحط فيها بقى الخليط معانا ونعملها كأنها وحدات كاب كيك بتبقى نكحة جدا يعني اللي ما عندون صنية كاب كيك ممكن يستعمل كبيات الورق دي كبديل للصنية وبطلع معانا وحدات كاب كيك هيلة جدا دلوقتي هندخلهم على فرن سخنة على درجة حرارة 180 بيطلع معانا بالشكل ده بعد ما يعدي تلت ساعة وبنعمل لهم اختبار بالخلة بتطلع معانا من جوه جفة معانا كده ان هي استوت معانا خلاص دلوقتي بقى هنسيبهم يبرادوا شوية وبعد كده هنبدأ نشتغل فيهم دلوقتي بعد ما طلعناهم من صنية الكاب كيك هنجيب دلوقتي الوحدات بتاعتنا انا هحشيهم دلوقتي مرب التوت ومعايا هنا فرمات على الشكل اللي قدامنا ده اي شكل دايرة او حتى معلقة المهم ان احنا بنعمل دايرة من النص بالشكل اللي قدامنا ده بحيث ان احنا نعمل فجوة من النص كده ونشدها وبعد كده من بالمعلقة اي معلقة صغيرة نمشي على الدايرة كده ونطلعها الفوق بتكون فاضية من جوة بالشكل دا هنجيب دلوقتي معلقة ونحط جواها المربة اي مربة عندكم يا جماعة انا هستعمل المرات دي مرب التوت وبعد كده بنجيب الجزء اللي احنا طلعناه من الكيك ونرجع نحطه تاني وهامل معاكوا واحدة بنفس الطريقة ناخد الفورمة كده او اي حاجة ممكن ان احنا نقور بيها الكاب كيك بتاعنا او حتى نمشي عليها بالمعلقة زي ما انا بعمل كده دلوقتي اه وهنطلع الجزء ده من الكيك ونحط جوا الكاب كيك بتاعنا اه جزء من المربة طبعا دي اسهل واحسن وادمن طريقة ان احنا نعمل كاب كيك محشي بالمربة وبعد كده هنحط دلوقتي قطعة الكيك اللي احنا شناها اه وهنضغط عليها كده بحيس انها ترجع مكانها تاني في الحالة دي المربة اللي احنا حطناها بتنتشر جوا في الكاب كيك اه دلوقتي انا هوريكوا بقى احنا هنداري الشكل اللي فوق ده ازاي هنجيب معانا انا شوكولاتة فرماسيق او اي حاجة ممكن انتو تحطها فوق وهناخد مسحة من المربة او من العسل اللي انتو عايزينه اه وهندهنا على الوش كده بصبعنا وبعد كده هناخد شوية من شوكولاتة الفرماسيق او مثلا لو حتى جوسط الهند او شوكولاتة شيبس اي حاجة انتو عايزين تحطوها اه بس الشوكولاتة الفرماسيق الالوان بتاعتها بتخلي الاولاد ياكلوا الكاب كيك كله هنحط دلوقتي الرشا من فوق كده عليها بحيس ان احنا نداري الفتحة اللي احنا عملناها وفي نفس الوقت بندي الكاب كيك شكل جمالي بالشكل اللي قدامنا ده هنعمل مع بعض دلوقتي كمان واحدة هنحط دلوقتي مسحة من المربة على على الكاب كيك من فوق ونحط دلوقتي عليه من فوق اه شوية من الشوكولاتة الفرماسيق بكون معانا بالشكل الجميل ده وطبعا هنعمل باقي الخطوات مع نفس وحدات الكاب كيك ان احنا نفتحها ونحشيها ونغطيها من فوق بالفرماسيق وبنقدمها بالشكل البسيط ده طبعا انا فتحت لكم واحدة علشان تشوفوا قدي المربة من جوة اه كتير ومنتشرة اه طبعا شايفينه من قريب شكله جميل جدا والاولاد بيحبوه قوي اتمنى تكون الطريقة بتاعت النهاردة عجبتكم ده الفيديو بتاعت النهاردة يا جماعة اذا عجبكم الفيديو اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي او هتنسوا اللايك والشير وتعلاقاتكم اللي دايما بتفرحني وبالفهانة وعافية